ازدياد تأثر المملكة مع ساعات ما بعد منتصف ليلة الثلاثاء على الأربعاء بحالة عدم الاستقرار الجوي والتفاصيل بعد هذا الفاصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات LG الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مساء الخير يزاد تأثر المملكة مع ساعات ما بعد منتصف ليلة الثلاثاء والأربعاء فجراً بحالة عدم الاستقرار الجوي وذلك مع تزايد تدفق الهواء البارد في طبقات الجو وتلاقيه مع انتداد لمنخفض البحر الأحمر بحيث تتكاثر كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة وتهتل زخات من الأمطار بمشيئة الله في مناطق عشوائية من المملكة بما في ذلك العاصمة عمان وتكون بعض هذه الزخات غزيرة في بعض الأحياء والنطاقات الجغرافية الديقة وربما تشكل السيول المفاجئة كما وتصحب هذه الزخات الرعدية هبات من الرياح قد تكون قوية في بعض الأحيان ويتوقع أن يكون التقس معتدل الحرارة نهار الأربعاء ومغبراً أحياناً مع ظهور غيوم متفرقة تعمل على هطول زخات رعدية من الأمطار في مناطق عشوائية من المملكة خاصة المرتفعات الجنوبية والبادية الشرقية كذلك وتتراجع فرص الأمطار تدريجياً ليلة الأربعاء والخميس ويكون التقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق بمشيئة الله في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق تقس العرب دمتم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات LG الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري شكراً للمشاهدة